السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Agency في حلقة جديدة على قناتكم بحبك بلادي طبعا المفروض دلوقت ان كل عواطفنا وتركزنا ومشاعرنا مع المنتخب السوري الاول للرجال عشان النهاردة عنده مباراة مهمة جدا مباراة فاصلة مباراة التأهل الى الدور الربع نهائي من بطولة كأس العرب مباراة سوريا وموريتانية إلا ان اهلنا في سوريا مبارح وبشكل غريب جدا بدأ تركزهم يشتت وبدأ انتباههم يروح لموضوع تاني طبعا راح لموضوع تاني برضو مهم مش اقل اهمية وبرضو ليه علاقة بالمنتخب السوري الموضوع ليه علاقة باكبر واهم اتنين في كرة القدم السورية الان ابرز نجمين شئنا ام ابينا الموضوع ليه علاقة بعمر السومة وعمر خريبين وفكرة حرمانهم من تمثيل المنتخب السوري للابد الكابتن انور عبدالقادر مبارح فاجئنا فاجئنا بتصريحات رسمية على الصفحة الرسمية للاتحاد السوري لكرة القدم يعني مش تصريحات كده على شبكة ولا على قناة ولا على صفحة الفيسبوك لا هو تصريحات رسمية وكانوا حوالي 3 او 4 سطور بس كان ليهم تأثير كبير الكابتن انور عبدالقادر سؤل مبارح في التمرين بتاع المنتخب السوري سؤال منطقي عن محمود المواس هل محمود المواس كان موجود اجل لا هو اسمه موجود معنا من البداية ولكن يعني هو تأخر استدعائه لحد ما الدور العراقي توقف في بطولة كأس العراق طب عمر خريبين جل عمر خريبين اعتذر من قبل البطولة من قبل بطولة كأس العرب ثم تحدث بتلك النبرة الحنينة وقال المواس كان متواجد ومتفاعل معنا ومصر على حضور وهي طبعا شهادة على هذا الرجل مصر على حضوره على المنتخب الوطني دفاعا عن كنزة المنتخب الوطني لذلك احنا جدرنا واحترمناه ورفعنا اسمه حتى جبل ان يصل ويكون مشارك فعال بالمباراة القادمة اذا بشكل رسمي وحسب تصريحات الكابتن انور عبدالقادر محمود المواس سيكون ممثلا لمنتخب السوري النهاردة امام موريتانيا ثم سئلة الكابتن انور عبدالقادر وكان واضح على ملامح واجهه انه يعني يريد زي ما بيقوله عندنا في مصر بيلجح كلام على ناس تانيين الصرعة للحضور من اجل الكنزة السورية هل هناك رسالة قال نعم وهو يتألم تألم شديد قال بالحرف الواحد نعم ربما لاعب او اكثر ما كان عنده الرغبة الحقيقية وهذا الامر يدرس ولم اقل اسماء فهذا الامر خاص فينا احنا في الاتحاد السوري لكرة القدم اذا هناك اسم او اتنين ما كانوش عايزين يمثلوا منتخب سوريا في بطولة كأس العرب وطبعا ما كانوش عايزين يمثلوا منتخب سوريا يعني تم توجيه دعوة رسمية لهم وهم رفضوا طبعا الكابتن انور عبدالقادر محنك ومدرب رائع ومؤدب وعنده دماثة في الخلق فهو مش عايز يقول انهم رفضوا لا هو جال هم مش عايزين او ما عندهمش رغبة حقيقية لتمثيل كنزة منتخب سوريا طبعا بكل تأكيد اكيد الكابتن انور عبدالقادر ما كانش يقصد اياز عثمان ده اياز عثمان بيموت نفسه عشان يمثل منتخب سوريا اكيد ما بيتكلمش على عبدالرحمن ويس عبدالرحمن ويس مصاب وعبدالرحمن ويس اول يوم لعودته للتدريب كان مبارح اكيد هو ما بيتكلمش عن علاقة دين الدالي علاقة دين الدالي ملتزم مع الدور الكويتي اكيد هو ما بيتكلمش عن احمد الصالح مصاب وهو تقدم في السن وهو على الاغلب هيعتزل قريبا مع نادي الوحدة اكيد ما بيتكلمش عن مرديك مرديكيان لا مرديك مرديكيان برضو بيلعب الان مش فاكر بيلعب مع مين باستخريبا برضو الدور الكويتي برضو اكيد ما بيتكلمش عن المحترفين الجدد زي ما رسل له حافظ عمار رمضان مصطفى بنشي مش عايز اقول ان دول مش مهمين لكن دول اعذارهم واضحة اللي مصاب اللي تعبان اللي النادي بتاعه بيلعب واضح ان كل الامور رايحة نحية السومة وخريبين طبعا السيد الاعلامي الكبير مصطفى على قناة صدق الملاعب على قناة ام بي سي في برنامج صدق الملاعب كان معه محللين وهو السيد عبد الرحمن محمد ومحلل اخر عبد الرحمن محمد وبشكل واضح ومحلل معروف ومشهور قال انه واضح ان الاثنين اللي اعتذروا انهم السومة وخريبين وانا اتمنى من الاتحاد السوري انه يوجي في اللعبين ولا يكون لهم شرف في المشاركة مع المنتخب الوطني طبعا الاستاذ مصطفى الاغى قال طب ده واحد تعبان والتاني ما سمحوله التعبان طبعا عمر السومة والتاني ما سمحوله ثم رد عبد الرحمن محمد بيلعبه في الدوري كل المباريات ويجي وقت مباريات المنتخب يقول انا تعبان كلام واضح جدا جدا بالمناسبة عمر السومة امس نشر بعض من الفيديوهات ليه اثناء التدريب مع النادي الاهلي السعودي التدريب اعتقد خلال المعسكر اللي موجود في دبي الان اما عمر خريبين معروف انه موجود الان في دمشق يعني زيارة خاصة يعني احنا بالمناسبة ما عندناش مشكلة شخصية مع خريبين او السومة خالص احنا ما الا بنتكلم على المنتخب المنتخب اللي كان محتاج لهم الكابتن فراس الخطيب كان ليه وجهة نظر مختلفة تماما وكل الناس مختلفة معاه جال السوريين كلهم كانوا بيتمنوا ان العمرين السومة وخريبين يكونوا موجودين مع المنتخب في تلك الظروف الصعبة ويحتاج وقوف اللاعبين الخبرة في هذا الوقت يعني كنا نتمنى تواجدهم حتى يكون ان شأن اكبر في البطولة وان شاء الله في الايام القادمة بيكونوا متواجدين طبعا انا عندي اعتراض على موضوع الظروف الصعبة اللي بيتكلم عنها الكابتن فراس الخطيب اي ظروف اي ظروف صعبة انتخب سوريا قدم مستوى مشرف مباراة الامارات كانت مباراة مشرفة مباراة تونس كانت مباراة مشرفة جدا مشرفة بامتياز اما بالنسبة يكون لنا شأن اكبر اكبر من كده ايه يعني كان يتبقى بس لنا ان احنا نفوز على الامارات يعني والله الفوز على الامارات كان في المتناول بس كانت اول مباراة تيتا فاليريو يا جماعة مش عايزين ننسى برضو يعني جماهير السورية مختلفة تماما مع فراس الخطيب ومن الاخر الناس كلها بتنادي بعقوبة السومة وخريبين العقوبة هذه المرة هتكون قاسية والعقوبة الان بالمناسبة على طاولة الاتحاد السوري لكرة القدم والعقوبة ممكن تصل الى حرمان مدى الحياة من تمثيل منتخب سوريا وده لاني عرض على اللعبين ان هم يشاركوا مع منتخب سوريا في بطولة كأس العرب وهما متفرغين ورفضوا عمر السومة متفرغ خريبين متفرغ ونادي الوحدة حتى ارسل اللعبين بتوعه زي اسماعيل مطري يشاركوا في بطولة كأس العرب اذا فليس هناك حجة اهلنا في سوريا عندهم وجهتين نظر جزء منهم بيقول بالناجس منهم مش عايزينهم وجزء تاني بيقول لا انت بتتكلمش عن اي حد انت بتتكلم عن السومة وعن خريبين السومة وخريبين دول رمز من رموز المنتخب السوري فلا يا جوز باي حال من الاحوال ان احنا نوعاملهم على انهم لعيبة مبتدئة او كده لا لازم نجلس معهم وندرس الامر وهو ده اللي بيتم الان بالمناسبة الاتحاد السوري لكرة القدم الان يدرس الامر تحب بقول لكم الحجيجة ولا هتكون صادمة الحجيجة من وجهة نظري الشخصية ان هناك اسباب معينة تمنع السومة وخريبين من تمثيل المنتخب تحت راية مدرب اجنبي من الاخر سواء كان بالمناسبة عربي او كان وطني يعني هم بالنسبة لهم العربي والاجنبي خط احمر مش عايزينه عايزين دليل اول ما الكابتن نبيل معلول درب المنتخب السوري عمر خريبين احدث مشكلة ويعني كان على حق بصراحة ولكن نتج عنه في النهاية انه هو ملعبش عمر السومة ملعبش ولا مباراة مع الكابتن نبيل معلول في سنة ونصف وكان بيحضر في المدرجات وكان عنده دايما اصابات للامانة لكنه ملعبش ولا مباراة مع الكابتن نبيل معلول اول ما عاد الكابتن نظار محروس بدأت اللعيبة تلعب بدأ خريبين يلعب هو والسومة في مكان واحد في مباراة واحدة اول ما الكابتن نظار محروس ترك تدريب المنتخب السوري واستقال وقبلت استقالته وتم تعيين تيتا فاليريو بدأ السومة وخريبين يختفوا يتبخروا ايه الحكاية هم ليه مش عايزين تيتا فاليريو من الاخر وبدون لف ولا دوران هم خايفين انه هم يجلسوا على دكة البدلاء لما تحط السومة وخريبين في كافة ومحمود البحر وورد السلامة في كافة ممكن البحر يلعبوا السومة على دكة البدلاء المدرب الوطني يخاف يعمل كده المدرب العربي زي الكابتن نبيل المعلول يخاف يعمل كده تيتا فاليريو مش هيخاف خاف ليه برندشتانجة ما كانش بيخاف واكيد انتو شفتوا بنفسكم في 2019 هم خايفين انه هم يروحوا يلعبوا ويلاجى نفسهم في الاخر على دكة البدلاء خايفين من الخسارة مع المنتخب السوري طبعا هم مروا بمشوار صعب جدا جدا ومحبط معه الكابتن مزار محروس في التصفيات خايفين من الجماهير اللي ممكن تنتقدهم ولن ترحمهم لو قدموا اداء سيء في بطولة كأس العرب ايه دي الحكاية الحكاية انه هم لعيبة وصلت لمستوى مستوى من الخبرة ومستوى من الشطارة مستوى من المهارة يمنعهم من ان هم يروحوا يلعبوا مع منتخب بلدهم ويكونوا على دكة البدلاء على اي حال النهاردة ان شاء الله مباراة سوريا وموريتانيا اتمنى ان منتخب سوريا النهاردة ان شاء الله باذن الله يفوز بنتيجة كبيرة عشان نكون مستريحين ويكون عندنا رصيد من الاهداف وحتى لو المنتخب السوري فاز النهاردة بهدف وحيد انا ما عنديش مشكلة بالمناسبة تيتا فاليريو من المدربين اللي انا بثق فيهم واحنا جربناه خلاص مع الامارات ومع تونس مش محتاجين ان احنا نقول ان تيتا فاليريو ممكن يدخل المباراة النهاردة يعني عنده غرور زيادة لا خالص هو هيدخل المباراة النهاردة كأنها مباراة كبيرة واللي شاف منكم تصريحاته امبارح بيأكد فيها كده هي مباراة زي اي مباراة موريتانيا منتخب صعب اه هو ما عندهوش هجوم لكن عنده دفاع قوي جدا جدا عايزين نركز عايزين نركز وبخصوص التركيز امبارح تم الاعلان بشكل رسمي على شاشة قناة ساما السورية تحديدا برنامج تسعين دقيقة اني بعض من نجوم المنتخب السوري هيظهره الكابتن غسان معتوق والمتحدث الاعلامي الكابتن فايز وهبي وايضا الكابتن محمود البحر وممكن كمان بعض اللعيب الاخرين طبعا الناس كلها صالت وجالت وعملت دوشة ازاي احنا عايزين نركز مش عايزين حد يشتت اللعيبة ازاي نطلع نتكلم عن مباراة سوريا وموريتانيا جاب ليها ب12 ساعة او 13 ساعة مش منطق طبعا والحمد لله فورا تم الاعلان رسميا من قبل الكابتن انور عبدالقادر مدير المنتخب القدير بصراحة انه ألغى كل تلك الامور وانه ليس هناك اي لاعب هيطلع في اي وسيلة اعلامية باستثناء محمود المواس اللي ظهر بشكل رسمي على صفحة الاتحاد واللي اتكلم عن وصوله وعن تحضراته وعن رغبته في تمثيل منتخب السوري في مباراة موريتانيا بخلاف كده الحمد لله لم يظهر اي لاعب من اللعبين وده بالمناسبة الامر المنطقي النهاردة ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله زي منتخب سوريا ما هيلعب مع موريتانيا تونس كمان هتلعب مع الامارات مباراة مهمة برضو برضو قطر ان شاء الله هتلعب مع العراق ان شاء الله الساعة عشرة النهاردة وعمان هتلعب مع البحرين وهم المجموعتين دول اللي هيلعبوا مع بعض بعد كده يعني في المرحلة المقبلة في الضر ربع نهاية تقبلوا كل تحياتي وكالعادة مستني اعرف رأيكم تحت في التعليقات رأيكم ايه في قضية السومة وخريبي هل انتم مع عقوبتهم مدى الحياة من الحرمان بتمثيل منتخب السوري ولا العقوبة شديدة هل انتم اصلا مع فكرة عقوبتهم ولا عادي هم احرار واللي عايزين يعملوا يعملوا ومستني اعرف اراءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته